بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم والحكيم اليوم رح نتكلم عن نظرية أوستين طبعا أوستين هو من أحد العلماء بترجمة وفسر بعض الأمور اللي مهمة في نظريات الترجمة ومهمة في الترجمة يقول it was Austin who first argued that not all utterances can be described in the terms of true and false بالبداية قال ممكن للأترانس ممكن تقول طبعا كلمة أترانس يعني جمل يقول ممكن للأترانس ممكن تكون ممكن تكون على أو نقدر نحددها أو نوصفها ك true أو false يعني جملة صح أو خطأ ممكن للجمل نقدر هاي أولا طيب بعدين اش قال some utterances used طبعا ناخذ الحالة الأخرى بعدين اش قال قال at the beginning who actually drew between two types of utterances قال عندنا the connotative which judged in the terms of a true false قال احنا عندنا true فال قال انه الحالة الثانية او الاكتشاف الاخر انه صارت على مستوى مراحل يعني مو مرحلة وحدة فقال احنا بعدين اش قال قال لا هو ممكن يكون عندنا terms true false ممكن يكون عندنا على مستوى true false and perform utterances which described in the term the act performed اللي هي by performing the actions يعني مثلا احنا يقول يقول اولا احنا ممكن نسوي على شكل true false ممكن يكون على نظام true false بعدين شو قال لا كذلك عدنا مثلا الbeer formed and not bare formed يعني مثلا نقول happy unhappy happy unhappy يعني الاكتشافة الثانية او النظرية الاخرى تنقسم الى شطر الشطر الاول اللي هو انه عدنا true false وكذلك عدنا performative utterances واللي هي راح تكون على مستوى الhappy والunhappy اخوان يعني لازم تحفظون هذن النقاط نقطة الاولى هذي النقطة الثانية هذي اللي هي بها يعني شقين اللي هي true false واداء الشيء او القيام بالفعل الى ان ظهرت عدنا اللي هي speech act theory ها جدا مهمة speech act theory طبعا ذكرنا انه هنالك ثلاثة مستويات او ثلاثة عناصر عدنا locationary act وعدنا locationary act وال pair locationary act طبعا locationary act the speaker utters a certain word which have meaning يعني لما المتكلم يتكلم معنى جملة او هاي جملة يكون لها معنى اي اي جملة او اي كلمة يعني كلمة لما المتكلم يتكلم وينطقها اللي هي رح صير عندي locationary act طيب عدنا locationary act the speaker there's something in uttering the word يعني هنالك القيام بعملية شيء معين يعني ask promise ينطوعد هذا هو هذا العنصر الثاني أو نوع الحالة الثانية الحالة الثالثة اللي هي by uttering a certain words that the speaker wants to influence the hearer يعني هنالك راح يكون تأثير على المستمع يعني مثلا يشجع يخوف هنالك احداث عملية هنالك أحداث لشيء معين اللي هي يسميها ال peer locutionary act ننتقل الآن الى نقطة أنه the performative force of utterance described and may be expressed explicitly and or implicit so here we have in fact implicit and implicit we have two types of performative in fact what do we mean by explicit and implicit in fact explicit it means that there is a verb of promise word in the first sentence I have a promise I promise I will pay the money I will pay the money الآن في الجملة اثنين هنالك عندي promise وعد ولكن في الجملة الاولى مكتوب عندي I will I promise I will يعني اكو تفصيل اكو تفصيل اكو يعني لما يكون عندي اكو تفصيل بالجملة راح اقول explicit explicit لما ما اكو تفصيل ما اكو تفصيل عندي بالجملة فاش راح اسوي هنا لما لما يكون عندي تفصيل يعني خلينا نقول راح نسميها implicit مثلا I will pay the money الآن بالجملة اثنين 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 عندي promise وعد يعني يعني انطيك وعد بالجملة الاولى وبالجملة الثانية ولكن بالجملة الاولى بها تفصيل دقيق وذاكر promise لذلك سمناها x implicit وبالجملة الثانية صحيح بها وعهد بس ما بها تفاصيل repeated او خلينا نقول تفاصيل مؤكد عليها لذلك راح نقول عليها implicit اذا الجملة الاولى x implicit الجملة الثانية implicit